موسيقى ويحتاجه كثير جدا من الناس بالنسبة للسكري الخلطة التي سنقدمها اليوم تنظم السكري تساعد تؤازر تساعد مع العلاج اللي بتوغضه تساعدك جدا في تنظيم السكري إلى حد كبير لا يستهان به بإذن الله زاعد هذه الخلطة الجماعة اللي محن سكري يأخذون بيأخذوا دواء بيأخذوا أنسولين بيأخذوا أدوية بيأخذوا مكملات إلى آخر هذه كلها عبارة عن هرمونات يعني الدواء اللي بيأخذوا مريض السكري شوه كلها تتبع للهرمونات تتبع للهرمونات تسير بمنحها هرمونية أو تسير بمنحها فهذه الخلطة تزيل أثار الدواء اللي بتوغضوا أنت للسكري وأي إنسان سيستخدم هذه الوصفة إن شاء الله تعالى الغالبية الساحقة لم تندم أفدا ليش؟ لأنها بتشيل أثار هذه الأدوية هذه الدواء اللي بتوغضوا وتبلعوا كل يوم كل يوم بتوغضوا وتبلعوا كل يوم ونتحدث بالدرجة الأولى عن السكري نمط نمط بالدرجة الأولى يعني مفيدة جدا لهذا النمط من السكري زائد الخلطة هذه التي سنقولها إن شاء الله تعالى توقف الآثار الجانبية للدواء اللي بتوغضوا الآثار الجانبية للأدوية اللي بتوغضها الحق الأنسولين مع أنسولين توقفه وتحد من ضرارها على جسمك المواد هذه العلاجات اللي بتوغضها للسكري بتكلف كثير من أجزاء الجسم خاصة العيون أغلب مرضى السكري عندهم ضعف بالنظر زائد تضرب الكلاو تضرب العيون تعمل الفشل كولوي تضرب شبكية العين بتضعف الأعصاب جدا بتخلي الرجل يعني مش أبو عوض بتخلي أبو عنطر بتضعف زائد بتعمله خدام بالتركيز لا يستطيع يركز بشكل جيد تلاقي شوية مريض السكر يقول لك والله نسيت لو جلست مع مريض سكري تلاقي نجد دائما يشكو من عدم التركيز يقول لك والله نسيت لا تواقد عليش السكر 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 الحق معه الحق معه الحق معه زائد أي مريض سكري خذها حلق بأذانك حلق بأذانك بأن أي مريض سكري من الأشياء اللي بيضربها بيو الأنسولين هذا اللي بيأخذه والدول اللي بيأخذه هو الجمال ما في مجال ما في أغلب مرضى السكري يعانوا من التجاعيد والمشاكل بالكولاجين ومشاكل بالتجاعيد مشاكل البقع بالجلد من الجمال أو التنفخ تحت العيون أو الهالات القاتمة تحت العيون أو تجاعيد زوايا العين أو التجاعيد الابتسامة أو تجاعيد الانفعالات إجباري فالخلطة ممتازة جدا إن شاء الله تعالى لكل هذه الأشياء خلينا نستعرض على الخلطة هاي وأعود وأقول بأنها ممتازة جدا للأعصاب بتحطيك الفرد بسرعة بالأعصاب عند مرضى السكري طيب سؤال سؤال لو واحد ما معه سكري ما معه سكري ما فيه معه سكري طيب معه روموتايد أو روماتيزم أو عنده امراض مزمن دائما ممكن يستفيد من هالخلطة هاي نعم يستفيد جدا ليش لأنها بتحس الأعصاب اي شيء بيتعلق بالأعصاب هذه الخلطة تعطيك النتيجة المضمونة إن شاء الله تهلا حلبة ترمس مر شيع قيصوم جعدة وركتوت وركتين قرفة حب الرشاد حبت البركة البنباريس الراوند بذور الحنضل المرة بذور الحرمل واللبان الذكر الراوند هو ورق الغار ورق التوت حاليا موسمه الآن الآن شجر التوت بلش التوت يطلع فاللي بده ورق توت موجود الآن بالنسبة لورق التين حاليا الآن موجود ورق تين وخصوصا بالمغرب الآن وقته الشجره موجود بالنسبة لهذه الخلطة نأخذ زائد زائد قبار زائد القبار أو الشفيلية في ناس بسموه شفيلية أو شفيلية أو قبار أو قبار حسب اللهجة زائد من كل نوع حفنة 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 شوي من كل نوع حفنة 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 صغيرة كده وخلطهم وطحنهم ناعم جدا مثل البودرة بعد ما نخلطهم ندقهم نخليهم مثل البودرة طعين بعد ما نطحنهم نأخذ ملعقة صغيرة قبل الفطور وملعقة أخرى مثلها قبل الغداء وكذلك قبل العشاء وتوكل بصلة صغيرة نية بسط الفطور لما تفطر الصبح تفطر الصبح ما بدك تفطر حاول توكلك بصلة نية صغيرة معنا ما أقول كبيرة كده لا صغيرة بسط الفطور وانت تفطر قطع لك بصلة صغيرة يابسة وكلها على الفطور إذا استخدمت هذه الخلطة وتوكل بصل معها حتى تخلص الخلطة راح تتفاجأ بالنتيجة الجيدة جدا والممتازة جدا لأعصابك بإذن الله هذه الخلطة ليس بس 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 بتشيل تراكم الدول اللي تبع الأنسولية اللي بتبلع وتزلطه كل يوم مش بس كده هذا لا أكثر بتروح لك الرجفة بتروح لك ضعف التركيز بتشيل لك تحسن الفعل المنحكس تخليك القراراتك تصير صائبة لما تتكلم تهرج هرج رجال تهرج هرج حريم ناس عاقلة ليش؟ لأنه تزبط لك الأعصاب تزبط بزبطة مثل المصطرة شفت المصطرة مثل المصطرة بإذن الله واحد الله طبيعية سهلة آمنة مفيدة جدا 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 ولي أشياء كثيرة جدا علما أنه أيضا تحسن النظر جدا إذا كان ضعف النظر سبب السكري بتحسنه إذا الرجف سبب السكري بتشيلها بإذن الله حتى كلاويك بتحسنه ارتعت تزيل كل المخلفات المتراكمة من الدواء بتحسن أداء الكبد تحسن أداء الأعصاب بشكل مميز ورائع جدا بقدرة الله الواحد الأحد كل مكونات طبيعية كل ترمش حلبة وترمش مر شيح قيصون جعدة شوية جعدة لكتر وشوية شوية من كل نوع شوية شوية بس كده مش كالو شوية من كل نوع شوية شوية جد جد البيضة جد بيضة جد بيضة من كل نوع جد بيضة وخلطون وتحلنوا صلى الله سلام وبرك كلك ملعقة صغيرة حطها مع كاس ماء بارد وشربها أو حطها في فمك وشربوا راه ماء بارد ما في مشكلة ماء عالي ما في مشكلة حاول ما تحطها ماء ساخن وشربها مباشرة بإذن الله ستجد العجاب العجاب حتى كلاويك بترتح حتى ستتذكر بشكل ممتاز وبسرعة توليش تعطيك النتيجة نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح لنا بالعلم وأن يعلمنا ما ينفعنا فيه دنيانا وقبرنا وآخر حببناكم في الله فاحبونا فيها بعض العزيز الشمر العشاب كان معكم شكرا ميغسي شكرا